تقول بأن ابن أختها انتهت منها متطلبات النفسها رأت القصة البيضاء أن نشوفها انتهى ثم جاءتها الدورة واستمرت الآن أحد عشر يوما نقول دعيها فربما كان هناك بعد الولادة والنفسات تغير في عادتها فلتستمر إلى اليوم الخامس عشر وإذا زاد عن الخمسة عشر وجب عليها أن تستحمى وأن تصلي أما ما دامت هذه الإفرازات البنية والكدرة وإلى آخرين ملازمة متصلة أما لو أنها انقطعت لو أن الحيض جاءها ثم رأت بعد ذلك النشوفة أو القصة البيضاء ثم جاءت بعد ذلك إما إفرازات صفرة أو كدرة أو صفرة أن يقول لا تبالي بها أبدا لكن ما زالت متصلة بالدورة تنتظر إلى أن تكمل خمسة عشر يوما ومن بعدها تصلي وتصوم ولا حتى رأت هذه لا تبالي بها إلى الشهر الذي يليا ربنا يصلح الأحوال